نحن اختلفنا كثيرا مع صالح وهو لا شك يعني مسؤول عن مجيء الحوثيين وتمكينهم من الانقلاب ومن صنعه نحن عندما عادت الحكومة الى عدن بدأنا من الصفر لم يكن لدينا حتى قسم شغطة كنا حرصين في الحكومة اليمنية على تخفيف في موضوع ما ترسل عنه لكن الانقلابين رفضوا بحديثنا عن وزارة الخارجية ووجودها ايضا في الرياض يحمل العديد من الناس وزارة الخارجية عدم وصول الملف بصورته الحقيقية للمجتمع الدولي يعني بعض الدول وربما منها تركيا ناسها لا يعرفون ما الذي يجري في اليمن ربما من يسألون السعودية تضرب اليمن السعودية في حرب مع اليمن لا توجد الرؤية الواضحة لا للدول يعني بعض الدول ولا أيضا للناس ما هو دور السفارات في مثل هذا الأمر؟ يعني دعيني أولا أن أؤكد لك بأنه خلال الفترة الماضية يعني كل الدول الأساسية المرتبطة باليمن بعلاقات تم زيارتها واللقاء معها معها ومواقفها مؤيدة لليمن علينا أن نتذكر شيء أساسي بأنه لا يوجد دولة من الدول اعترفت بالالقلاب أو تعاطفت معها وأن الموقف العالم لا زال موحد حول الحكومة الشرعية حول البرقعيات الحل في اليمن وهذا الأمر قد يرى البعض بأنه سهل ولكن بعد ثلاث سنوات من الحرب والانقلاب الأمر ليس سهلا يبقى هذا الإجماع الدولي سواء كان الأمر يتحقق عبر المؤسسات الدولية منظمات دولية مثل الأمم المتحدة منظمات التعاون الإسلامي الجامعة العربية حتى الاتحاد الأفريقي أو عبر العلاقات الثنائية بين الدول ليس سهلا البقاء التوحد حول هذه النقطة هذا طلب قهد كبير في العمل الدولماسي أيضا فيما يتصل بشعبيا نحن نبدل كل قهد ممكن حتى أشقاء نفتعان والعربي لنقل الصورة عما يدور في اليمن ولكن هناك بعض الصورة النمطية التي يجري تعميمها سواء كان من إعلام معادي أو من إعلام لا يعرف ولا شك أنه الكثير من الأنشطات تم لتصحيح هذه الصورة النمطية ليست السفارات اليمنية في أفضل حال لن أدعي هذا لأن أولا لدينا أرض كبير جدا نحن تعاملنا في إطار الخارجية كمؤسسة صحيح أن من أيد الإنقلاب أو قرى استبعاده ولكن تعاملنا كمؤسسة أن نكون له هؤلاء بوظفي الدولة نحن لم نأتي بأشخاص قدود ولم يكن هناك لدينا إمكانية أو الوقت في ظروف الحرب أن نقوم بالإصلاحات التي يجب أن تتم في الخارجية كان دورها أيضا فيها عليها الكثير من الملاحظات في فترة ماضية ولكن هناك قهد كبير يبدل من قبل البعثة الماسية الحقيقة وأيضا لا أذكر أنا عندما أتسلمت وزارة الخارجية لم يكن هناك شيء اسمه وزارة خارجية لأن تحت سطرة الإنقلابين التي في صنعها في موظفين ولكن كمؤسسة وفي مكتبها الموقعات في الرياض وعدد تقريبا لم يكن هناك غير شخص أو شخصين كان لدينا كل البعثات منذ 2010 لم يتم تعيين سفراء وبدأ العدد يتناقص إلى الحد الذي أصبح بعد السفارات يديرها دبلوماسي أو ملحق إداري جرى تعيين سفراء في كل بلدات العالم وهذا أيضا دليل على النجاح نحن كل بلدات العالم قبلت سفراء أنا بلا استثناء جرى إعادة بناء وترميم وضع البيعاثات الدبلوماسية في مختلف البلدان وبالتالي جرى حركة تنقلات وتعيينات جرى بناء مكتب وزارة الخارجية وهو يعمل الآن كأن الوزارة الخارجية قائمة بـ 100% لأنه لا يوجد لديه بذات وزارة خارجية لا يوجد لديه فرصة للتنفس لماذا؟ لأنه يتعامل مع العالم الخارجي العالم الخارجي لن ينتظر منك إذا لم ترد حتى على رسالته أو لم تتفاعل معه أو لم تبلغ بمواقفك ونحن نقوم بهذا العمل بشكل مستمر ترقصنا الإمكانيات أيضا نحن حقيقة الأمر هؤلاء الدبلوماسيين الذي يقرأ الحديث عنهم وكلام كثير وعلى أنهم عايشين كأنهم في بحبوحة منذ ستة أشهر لم يستلموا مرتباتهم أو تزيد الآن لم يستلموا التأمين الصحي أنا أعتبر أنهم مجاهدين ومناظرين في هذا الظرف وهم يقومون بالدفاع عن الشرعية في كل مكان يختلف تقييم الأداء لأشخاص فعلا يقوم بهذا الجانب ولكن أقول بأنه التزامهم للحكومة الشرعية التزام عالي والعالم يدرك هذا وتواصلاتهم وتعبيرهم عن الحكومة يجعل العالم الخارج يشعر بأن الحكومة الشرعية موجودة على الرغم من القراب الذي سبب الانقلاف في الداخل نعم لكن سمح لي أن أحدثك أيضا عن كثير من الأوضاع السيئة لليمنين في الخارج طبعا الذين هم في الداخل يعني أوضاعهم هي الأسواب التأكيد ولكن ما يحدث لليمنين ببعض الدول رغم يعني بعض مشاركة في التحالف دول عربية ما يحدث لليمنين للطلاب يعني العديد من النقاط كانت يعني تحتاج فقط تواصل أكثر مع الدولة التي يوجد بها هؤلاء اليمنين لبعض التسهيلات لهم في مسألة الإقامة في مسألة يعني وربما ليست بعيدة السعودية وفرض يعني العديد من القرارات على المغتربين لديها تمنوا الناس أن يستثنوا اليمنين لوضع البلد السيئة من يستطيع سيعود إلى بلده ولكن اليمن إلى أين سيعود الأردن وما حدث فيها القاهرة والتأشيرة الآن السودان فرضت تأشيرة على يعني نصف يقال بأنها نصف إجراء على اليمنين الذين يأتون من الخارج كل هذه ألم تستطيعوا عمل تسهيلات تخص اليمنين في ظل الأوضاع التي يمرون بها طبعا نؤكد بأننا لم نتوقف ولا لحظة عن متابعة خضايا اليمنين ما نعلنه وما لا نعلنه لأنه ليس بالضرورة كل شيء نقول لنا رغم الظروف الصعبة لدينا طبعا الدول هي خاصة في ظل الأوضاع التي تشمل منطقتنا بالذات كلها الأمنية وغيرها وفي ظل الوضع في بلدنا وحالة الانقلاب وغيرها الدول يعني حقها السيادي في أن تفرض ما تشاء قائم والحرص على أمنها لكن نحن نذهب إلى كل مكان أنا شخصيا زارة الأردن أكثر من مرة خامة الرئيس تحدث بعملك الأردن في حول الكثير من القضايا وعلاقنا الكثير من المشكلات أيضا مصر وعلاقنا الكثير من المشكلات ماليزيا تركيا لم نتوقف عن التواصل وهم يتفاعلوا معنا بقدر الظروف بما فيها ظروف الحرف في بلدنا وإذا قلت لك بأنه نحن في البداية لم تكن الحكومة اليمنية مسيطرة حتى على الجواز اليمني يعني مذلنا قهد كبير حتى سيطرت الحكومة اليمنية وهو رمز من رموز السيادة كيف تعتقد أنه سيقبلون الناس أن يتعاملوا مع اليمني جاي من منطقة إقلاب لسيطر عليه ميليشيا بجوازات تصدرها الميليشيا وتدافع عن هذا الجانب استطعنا أن نسيطر على الجواز اليمني وبالمناسبة في إطار المملكة العربية السعودية أكثر من نصف مليون حتى لا نكون مقحفين نصف مليون بني آدم تم تصحيح أوضاعهم كانوا بدون جوازات بدون أي وثائق في الصحناء وهذا قهد بذلته الخارجية بشكل ضخم لأنه كانت نصف مليون في البداية تم تسجيلهم ومنحوا بطاقة زائر ثم عندما سيطرت الحكومة اليمنية على الجواز وأصدرت هذا الجواز أصدرنا لهؤلاء الجوازات وبالتالي انتقلوا لمسألة الإقامة والبحث عن العمل لم يكن لدينا جوازات يعني كانت كل مراكز إصدار الجوازات في الخارج تتم مربوطة بالانقلابين في الصلحة أنشأنا مقددا مصلحة الجوازات والجوازات في الخارج وفي الداخل صارت تصدرها الحكومة الشرعية وهذا أمر كان يطلب جهد كبير وهو أمر ما صلته بمسألة وضع اليمنيين أنه حسن أيضا وضع اليمنيين طبيعي يعني أن يكون بلا أهوية ويصبح لدي لا وحتى إذن انتقاله إلى بلد الهوية صدرها الحكومة الشرعية بأعلى درجات المواصفات الدولية ونحن الآن سنطور هذا الأمر بحيث يصبح معنا جواز بشريحة إلكترونية كنت في ماليزيا واتفقنا على أصدقاء الماليزيين على نستفيد من تقربتهم في هذا القانب يعني يعطي أمان أكثر الأوضاع الكثير من البلدان عندما يتحدث عنها أيضا لدينا أخطأ أنا أشير لك لأننا في الأردن كان يتم نقل القرحة بدون جوازات في المرحلة الأولى كان يتم نقل يعني لا أريد أن نتحدث بتفاصيل ولكن في بعض الحال كان في خلل عندنا حتى أمني في نقل الأمر ما خلق حالة صعوبات يجي واحد من الميدان مباشرة بالرصاص في جيبو إلى مطر إحنا في وضع يعني لا بد أن نراعي اعتبارات هذه المدارة الآن تتحسن تتحسن الأوضاع أود أن أشير لا نقطة بغض النظر عن درجة النقاح المتوقع أو الذي يريده الناس أو من يحققه أننا لم نغفل قضية سواء كانت قضية فردية أو قضية جماعية ونتابعها باستمرار وفي الأغلب نحقق قدر من النجاح يعني نصف مليون تم تصح وضعهم في السعودية ولكن الجميع معلقون بأمل أن يتم إلقاء الرسال الأخيرة عليها وهناك إشاعات تطمئنهم وإشاعات تنفيذ ذلك ما هو الحقيقة في هذا الموضوع؟ بالمناسبة يعني فخامة الرئيس تحدث في هذا مع الأشقة في السعودية وأنا أيضا بموقب وهذا لم نعلنه ولكن الآن يعني في هذا اللقاء الصريح أيضا بناء على الاتفاق مع وزير خارجية المملكة الأخهاد القبير وجهت الرسالة رسمية باسم الحكومة اليمنية لمناقشت هذا الموضوع وهم يقولون بأنهم يعني هذا المحل نقاش من أقل يعني إعطاء اليمنيين وضع استنائي لأن هذا الأمر لم يشمل اليمنيين لو كان قد شمل اليمنيين لكنا قلنا ربما القصور منا ما نقوم بالآن نحن نطلب استثناء وأنا لدي ثقة بأن الأشقاء في المملكة التي قدموا كثير في هذا القانب وكما قلت من ضمنها تصحيح وضع نصف مليون أحد الأشقاء الخليجيين كنا نتحدث عنه على عشرات من الذين ذهبوا إلى هناك لاجئين وطلبنا أن يتم إعطاهم إقامة فكان يتحدث عن صعوبة ذلك فقلت له في المملكة العربية السعودية يعطوا نصف مليون يعني أنتم العشرات من الذين ذهبوا إلى في كل الأحوال كما قلت نحن نتوقع أن يكون هناك إن شاء الله شيء إيقابي سنستمر في المتابعة في نهاية الأمر البلد التي لديها حرب ربما هي يعني من تمد لها يد المساعدة هي الدولة التي بجوارها ما بالك يعني لا ننسي مثلا سوريا وتركيا يعني هناك ثلاثة مليون سوري في تركيا صحيح في عديد من الاعتبارات حتى غير موضوع الحرب يعني الجوار التاريخ المشترك وهذا هو الذي نتحدثنا فيه مع الأشقاء في السعودية وأنا أعتقد بأنه يعني في نهاية المطاف بأنهم يعني سيعملوا بروح الأخوة والجوار إذن معلل وزرداني أسألك في إطار حديثك عن التعيينات التي حدثت في كثير من هيكلة الدولة يعني الحكومة كان عدد كبير من الموظفين تم تعيينهم وربما الخارجي أحد هذه الوزارات ملفات عديدة فتحت بأن هناك ملفات فساد في هذه التعيينات يعني إعطاء من لا يستحق منصب أسماء عديدة تم ذكرها لمناصب ربما لا تتناسب معها خاصة يعني حساسية السلك الدبلوماسي والسلم الذي يجب أن يمر به الفرد حتى يصل إلى منصب ليس فقط في الخارجية وإنما تعينات الشرعية بشكل عام كثير من الملاحظات وهناك حملات عديدة ربما لهذا الملف كيف تتحدث نعم يعني أنا دائما أبدأ بما هو ربما نقد وكذا لا شك بأن الوضع ليس مثالي وقانوني 100% في كل تعيانات الحكومة لأن من سيقول ذلك سيكون مخطئ رغم أنه يمكن تبرير كثير من الأمور لكن أقول بأنه هناك حملة كاذبة مثلاً بالنسبة للخارجية خارجية من ضمن الأشياء التي تقال بأنه أنا عينت 351 من حزبي ونازلت باستمر للآن أنا أتحدى أن يقولوا في 2 من حزبي معين في الخارجية مش 350 أيضاً يقولون أقول أنه كل الموظفين في الخارجية لا يتقاوزوا 180 في الخارج في كل السفارات كلهم لا يتقاوزوا 180 هذا واحد لأنه اللعب بالأرقام والحديث لأنه تصور بأن السفارات هذه فيها عدد وكلهم 280 بالإضافة للملحقيات الملحقيات تم تعينها من وزاراتها اليوم في الخارج أيضاً الجوزة الأكبر من هؤلاء تم تعينهم على أساس قانون السلك الدرماسي الجوزة الأكبر من هذا العدد تم تعينهم على أساس قانون السلك الدرماسي هناك عدد تم تعينهم خارج إطار قانون السلك الدرماسي لا شك لكن أولاً لا يوجد واحد فيهم تم تعينهم بتعليمات من الوزيرة أو بقرار من الوزيرة قرارات أعلى كلها قرارات أعلى هذا واحد اثنين أنه بالنسبة لي وليوزارة الخارج حاولنا أن نقارب بين القانون وهذه التعينات بأكبر قادر الملحقيات لا ت... أستحديث عن هملحقيات أولاً تعاملنا مع القرارات بأنها اللي لا تتطبق على الشروط هو قرارات موقعتها تفرضها ظروف ولا تؤثر على الحقوق القانونية لأعضاء السلك الدرماسي أين كانت درجة ترقية فهي قرارات موقعتها هي تعين في الخارج أكثر ما هي تعين في الخارج بسبب هذه الظروف التي فرضت وحاولنا أن نقارب فيما يتصل في هذا الجانب بين القانون ومع العلم بأنه ليس كل من صدرت بهم توجيهات من أي جهة تم تعينهم إذا حدد على التوجيهات أعلى التي تفرضها ظروف هذه الظروف القائمة الآن طبعاً أنا واقع بشكلة حقيقية وهذا جزء من الحملة كل الذين في اليمن يريدون أن يعينوا في الخارج هذه الأيام فرصة عن فترة الحرب وكل الذين في الخارج لا يريدون أن يعودوا للداخل طبعاً لكن هذه الفرصة معالي الوزير ليست فقط في مسألة الخارجية وإنما هناك من يقول بأن الحكومة باتت كمن هي كعكة كبيرة الجميع يريد أن يتناول منها ما يمكن تعينات نسمع بتعينات الأبناء تعينات زوج البنات تعينات ابن خالة مش عارفة من يعني كثير من وتعلم حساسية تعينا الأقارب هل يصل الأمر إلى هذا؟ الحقيقة أقول في هذا الجانب أنه سيأتي لحظة طبعاً بعيد على استخدام الدعايات والكذب أنا معي ثلاثة عيال سموهم مكلة وزارة وهذا غير صحيح معي حارس شخصي كان لازم يدرس وقد اعتبروا الحارس قائد الحراسة أنا بالمناسبة لا أمشي بحراسة لا بقائد ولا بدون قائد يعني ولا تمنيت أنه كان يقول أنه معي قائد حراسة وشعر أنه كان يصوروا على الأقل من شاء أنا أنا شوف أنا رح بزارتي بسيارة الوحدي كل هذه الدعايات في قزء من الأمر دعايات لكن أقول أنه كل تعينات التي هي موجودة الآن بظرف استثنائي ومن ضمنها أنه في بداية نشأت وزارات وإلى آخر بدون كوادر فالذين كانوا موجودين تم تعيينهم وإلى آخر لكن أقول أنها يجب أن تخضع عندما ينتهي هذا الوضع الاستثنائي أن تخضع للقانون وأن يعادل نظر فيها يجب التعامل معها أنت تحدثني أننا نحن في مرحلة حرب هل مرحلة الحرب تستدعي عشر وكلاء لوزارة ما وخمسة عشر وكيل لوزارة أخرى واثنعشر وكيل هل الحرب تستدعي ذلك أما العكس يعني يفترض أن تكون هناك حكومة حرب مقلصة للوزارات التي يفترض أن تهدف أو أن تفعل يعني عمليا والتي هي ربما بحاجة الناس بحاجة إليها ربما كان فكرة نظارك الصحيحة وأنا شخصيا مع هذا لكن الأمر ليست فكرة نظار شخصية وفي وضع عام ولكن أقول بأنه ما قد يفرض هذا الوضع العام سيقتضي في النهاية أن يجري تقييم هذه المسألة كلها بما فيها تقييم الوظائف كل من حصل على وظيفة بدون حق يجب أن لا يستمر عندما تستقر لله يعني هذا ما يعني أنا هذا الأمر ليس أستمر أقوله ودافع عنه سواء كذف الحكومة أو خارج الحكومة وشخصيا أحاوله الآن بقدر ما أستطيع ويعني يجب أن نحرس على أنه نقدم لمذجن الناس ولكن كما قلت في بعض من يقيم الأمر أنا لست مع التبرير ولكن لست مع من ينظر للأمر كأنه نحن في ظرف طبيعي مؤكد لو كانت هذه الحكومة نفسها ولو كانوا هذه الأشخاص أي تقييم حتى لو اعتبرناهم سيئين وفاسدين موجودين في وضع مستقر في صنع ما كانوا أعينوا بهذه التعينات كان الأمر سيكون مختلف كان سيكون لديك كادر سيكون القادم أكثر تفعيل من الأمر مهما كان الأمر الآن تقي في بعض الوزارات أنشئت ولا يوجد أحد من الوزارة فأخذوا أقرب واحد كان ولو درجة أدنى وعطي درجة أعلى فيه اعتبارات كثيرة لا تبرر ولكن نفهم ما حدا قد لا نتفهم حق الناس أن لا يتفهموا لكن واجب عليهم أن يفهموا ما هي الذي أمله هذا نعم إذن يعني بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون لقاء مع وزير الخارجية دون الحديث عن الطلاب بتأكيد هناك الكثير ينتظر الحديث عن هذه النقطة المساعدة المالية للطلاب والمنح أيضا يعني كثيرا ما تتأخر كثيرا ما يحدث فيها العديد من الإشكاليات الطالب يعني ربما لن أحكي لك وأنت خير من يعلم أنه لا يوجد لديه إلا هذا المبلغ المالي حتى يستطيع أن يكمل دراسته خاصة في الدول الأوروبية هناك قوانين معينة على الطالب أن يلتزم بها دفع الرسوم دفع الفواتير وإلا وللأسف الشديد بعض الطلاب حرموا من منحهم بسبب تأخير هذه المنع تأكيد هذه أحد المشكلات الحقيقية والتي أنا شخصيا أحس بها وأتألم بها وتألم لها و بقناعتي من ناحية وبحكم موقعي لأني تأتيني تقارير السفارات وأعرف وضع الطلاب وتألم لهم وأذكر في البداية عندما بدأوا بعض الطلاب بالاعتصامات وفي الإضرابات كنت أعطي توجيهات للسفارات بالسماح لهم بالاعتصام في السفارة وكنت أواقع بأن قانون السلك الدولماسي قانون العلاقات في بلد الاعتماد لا يسمح بأن نحول لأننا لسا في اليمن نحول السفارات ومقراتها وفي أحيال الدولماسية إلى مكان كنت أقول لابد أن ندعهم بيعبروا عن ذلك لأن وضعهم صحيح وحتى يعني أني لم تم لو لم يحتم من الدولماسي من جملائي بأن هذه قاعدة ليست صحيح لأن أدرك حجم الوضع الذي هم فيه ولازال وضع صعب وهو مؤلم وود أن أقول لأني أتحدث في إطار الحكومة وإلى آخر أن الأولوية للطالب حتى قبل الدولماسي إذا وفر مبالغ لأن الدولماسي ربما وصل إلى سن ربما يكون لديهم دخلات ربما لديهم قدرة بالتصرف لكن الطالب لا زال في بداية حالة ربما لاستطيع أن مبلغه زهير إنما دعنا نتكلم بالتفاصل في البداية عندما قطع الإنقلابين رسال المسلحقات شخصيا تبنيت قضية أن الحكومة الشرعية هي الحكومة الشرعية المسؤولة عنها بغض النظر حتى قبل عملية تنقل البنك المركز ونحن المسؤولين هذا هو أبناءنا ونحن الحكومة الشرعية معنا فلوس ما مش معنا فلوس بس لن نتركه ولهذا خامت الرئيس كلفني برئاسة لقنة وكان رأيي اللقنة كان فيها التعليم العالي والشهر القادمية والمالية كان رأييي أننا يجب أن نأتي بالكشفات ونطالب بصرفها هذا هي المهمة لا يوجد لدينا مهمة أكثر بأن نقوله نجب أن يعطي الطلاب باستحقاتها واجهت لها مشكلة منين فعلا ما كانش في بعض الحكومة يعني الكشفات المكارية الصرف يعني نعم لا يوجد لدينا مكارية المهم أنه صرف الرابع الرابع حينها وثم صرف الرابع الأول ونعتقد أن مهمة انتهت لأنه في وزارة التعليم عالي وفي ظروف طبيعية تقوم بإجراءة لكن فوجئنا أنه في بعض الخلل أيضا اللي كان في وزارة التعليم العالي أدى إلى مشكلة اللي عرفت من المنزلين نعم اللي تم فيها إنزال عدد ضخم من الطلاب ورغبنا أوضاعهم وملفاتهم طبيعية رغم أنه معظم ملفاتهم مكتملة وهذه المشكلة كانت تثهر في الربع الأول والحقيقة يعني فوجئت أنه بعض الطلاب لأنه عندما قلت أنه الربع الأول يصرف على أسر رابع الرابع الحديث عن الفساد وزير الخارج لا أعرف الطلاب كلها بأرقام لكن قلت أنه يصرف على أسر رابع الرابع لأنه كان هذا الأمر الذي حصل في الربع الثاني يريد أن يعمله في الربع الأول وأنه يعني أمر بمئات الأشخاص كلهم طلاب يدرسوا ولكن وأنا في تقديري أنا من وجهة نطري أنه أفضل أن نخطأ لصالح الطالب من أن نخطأ عليه صحيح يعني أن نزله بدون حق ونخطأ عليه الأفضل منه أن نعطيه حتى بدون حق ولا نخطأ عليه وهذه الظروف الصعبة في كل الأحوال لدينا مشكلة المنزلين كان هناك إصرار أن تستمر اللجنة برئاسة وعقدة اجتماع لها مرة أخرى في الاجتماع الذي رأسه رئيس الوزراء تم حل مشكلة المنزلين وبعد ذلك اتخذ قرار بصرف الرابع الثالث هذا أمر جيد على المستوى النظري لكنها لم تصل إلى الآن هذه الإمكانات طبعا قرأت كل التحولات الموجودة الحقيقة بعض المسألة إدارية وفنية وبعضها تؤلمني لأنه نعتقد أنه كل يوم يمر ليس لصالح الطالب نعم ولا الجهد الموجود لكن يمر بعض الوقت أنا أقول لك هذا المبلغ أنا أشرت إلى أنه كان هناك مبلغ الحكومة اليمنية لدى الاحتياط الفدرالي ونحن اتفقنا من ضمن ما يخصصه وخصصه الطلاب لديون اليمن الخارقية لأن هذه الالتزامات بهذه الديون هو الالتزام بأننا لازمنا دولة قادرة على أن تفي بالتزاماته وللطلاب ومنها قرأت تحويل المنزلين مبلغ المنزلين من الرابعة الثالث لكن لأن الأول مرة يتم تحويلها من هذا المبلغ وستذهب إلى المستفيدين مباشرة اللي هي إلى السفارات وليس إلى الحكومة فأخذ الأمر بعض الوقت نحن تحدثنا أكثر من نرى أنه خلال أيام خلال أيام لكن من أجل لأنه في يعني الآن المعنية بالأمر السفارات ستصل ستصل إلى السفارات الملحقيات لكن أقصد أنه التحويل الذي يتم من البنك الفدرالي ستذهب مباشرة إلى السفارات هذا الأمر اقتضى مجموعة من البيانات لابد من توفيرها لأنه أول مرة أول مرة يتم تحويل المبلغ في اقتضي بيانات عنوان السفارة عنوان البنك استكملت هذه البيانات وعطيت كل المطلبات التي تقتضي التحويل يفترض بأنه فعلا يعني أصبح المسألة مسألة وقت وربما أيام كل الأمور بستكملة من أجل أن يتم التحويل هذا بالنسبة للربعة وسأنتظم بأذن الله بعد ذلك لكن أود نشير لأن الحكومة اليمنية ليست لديها عملة صعبة هذا الأمر حصلنا عليه من هناك ما حول من المرة الماضية كان من القليل من موارد النفط التي كانت تخصص للطلاب والتي تأتي كل شهرين وتخصص للطلاب وتخصص لشراء المشتقات النفطية لا نستطيع أن نحول الريالات لأن البعض يقول لك معهم كذا بطبعه كذا مليار ليش ما لا نستطيع أن نحول الريالات إلى دولارات ونقوم بعمل إحسان لهذا سيصاعر ضاعف من المشكلة في الهيار العملة الوطنية لدينا صعوبات كثيرة الناس لا يرون التفاصيل ويعتقدون بأنه يجب أن يقوموا بهذا العمل النقطة الأساسية التي أكد عليها بأننا لم نغفل ولا نتوقف عن المحاولة نحن في ظرف واجب علينا هذا ولكن نواجه ظروف صعبة سنلام إذا ما توقفنا عن محاولة الإيقاد الحلول أما إذا لم نتوقف بدلنا واجهتنا صعوبات التي هي نتاق الانهيار الذي حدث فهجب علينا أن نواجه لعناتنا للانقلاب هذا الذي دمر بلدنا وليس للحكومة فقط ونحن في تركيا ما الذي قمتم به لأجل الطلاب اليمني الذين واجهوا صعوبات أيضا في مسألة الجماعة الإرهابية الطلاب الذين كانوا يدرسون في مدارس الجماعة التي صنفت إرهابية من قبل تركيا يعني حقيقة أمام الحالات الفردية أو بشكل جماعي بشكل جماعي لا لا أقصد لا لا أنا سأتحدث أقول أن سواء أمام الحالات الفردية التي واجهتنا بين مرحلة أخرى أو بشكل جماعي لم نتوقف عن التواصل مع الأصدقاء والأشقاء الأتراك سواء مباشرة عبر الاتصالات التريفونية أو عبر المراسلات أو عبر السفيرنا هنا أو عبر السفير التركي لدينا وفي كل الأحوال كنا نتابع هذا الموضوع ولاجدنا لكن علينا أن نقول والآن بدأت تعالج بعض أشكالات الطلبة حتى الذين كانوا منعوا من العودة بدأوا يعودوا بعض الطلبة مبلغونا لكن علينا أن نقول أن هذه مسألة حساسة جدا للأمنة والأمنة التركية ويعتبرها قضية أمنية وليست قضية سياسية ونحن نحاول أن نصل إلى صيغة نوافق فيها بين أمنهم وحق مطلق لهم ونحن ندعمهم فيه ضد هذه الجماعة الإرهابية وبين تفاهم أن الطالب اليمني لم يكن له أي ذنب أنه درس في هذه المدارس التي كانت طبيعية في تلك الفترة وأنه دراسته فيها لا يعني انتماؤه لهذه الجماعة أو تأييده لها وهذا الأمر لا زال الحوار قائم ولدينا الآن وعود بأنه سيتم معالجة هذا الأمر وحتى على المستوى الأمني حصلت لقاءات في الفترة الأخيرة ولدينا وعود بمعالجة هذا الموضوع حتى في المؤسسات الأمنية إذن شكرا جزيلا لك معلي وزير الخارجية دكتور عبد الملك المخلافي على وجودك معنا وعلى رحابة صدرك وصبرك علينا في تحضير لهذه الحلقة الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص مع شخصية أخرى بإذنه تعالى كونوا بأمان الله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة